نروح لأخبارنا رحل برونو سافيو عن النادي الأهلي أخيراً أو فرصة أنه يرحل عن النادي الأهلي وعاد لفريقه البوليفي السابق اللي جي منه للنادي الأهلي طيب برونو سافيو قبل ما يمشي خد من الأهلي بجانب المسلحات اللي خدها قبل كده 500 ألف دولار عشان يوافق على الرحيل لنادي اللي هو نادي بوليفار البوليفي خد 500 ألف دولار غير مستحقاته اللي خدها قبل كده بص أنا هقول بس الكلام هحاول يبقى موزون يعني كل فرق العالم ساعات بتقع منها يا صفقة كل فرق العالم تجيب لعيب تبقى فاكره أن هو هيكصل لك الدنيا ويقع منك وتبقى دافع فيه فلوس كتير قوي وحصلت في نجوم عالمية كبيرة وعظيمة وكل شيء يعني كتير يعني تجيبه وتاخد فيه مقلب وحش ماشي نصيبك كده كان حلو في فرقته بس لما جيبته ما ممشيش مع فرقتك بس أنا نفسي أطلب طلب مش للأهلي بس ولا للزمالك ولا للإسماعيلي ولا للمصري ولا أي نادي في مصر أجماعة كفية برازيليين أجماعة البرازيلي الحلو البرازيلي الأصلي عارف انت برازيلي أصلي البرازيلي الأصلي ده مش هيجي يلعب في الدوري المصري مش هيجي يلعب في الدوري المصري وغالبا أولايلين اللي هيجوا يلعبوا حتى في المنطقة العربية هايجي يلعب فين هيجي يلعب برا في أوروبا يعني لما يخرج من بلده في البرازيل هروح يلعب في أوروبا هو البرازيلي بيبقى عايز كده ده اللعب الكويس البرازيلي أده مواع من أوروبا يبقى ده مش برازيلي أصل يبقى ده تسوا مع رؤوس ويبقى أقل من الرؤوس كمان التانية فبلاش انسوا البرازيليين خلاص انا مش بقول برضو عشان برونو سافيو بس لاي لعب في مصر يعني لما تيجد اشتروا من برة في افاركا في لاتينيين بس مش لازم يبقوا برازيليين او ارجنطينيين يعني ممكن تقعد تلف لفة حلو بس ما تجيبش برازيلي عشان يبقى اسمع تجيبت لعب برازيلي وخواص ما منفعوش انا مش فاكر لعب نفع في الدولة المصري غير كينو اللي كان جايب كسر 10 مليون دولار بتجيب برضو برقم كبير اللي كان بلعب في برامد ده بس يعني اللي كان كويس غير كده مفيش يعني